مع الإدارة ونذكره في هزمة الكوفيد القطاع الفلاحي واحد من القطاعات اللي قاعدة توقف وتخدم باش الناس تبقى تعيش وتوصل لها المواد الغذائية وين كانت موجود على كامل تراب الجمهورية تأمين النشاط الفلاحي أهم من المهم باش نحافظ على الموارد هذية ونحافظ على القطاع هذية ونحافظ على السابق هنا نشوفه لقدر الله العام اللي فيه جفاف ولا فيه جيحة طبيعية ما نعرشه لحرائق ولقدر الله فيضانيت ولا غير ونشوفه وشني اللي يسير بالنسبة للمحصول يمتعنا وشني يتسبب بات في نعيكة ساتة اقتصادية ومالية على البلاد نرجعه للفخرتنا مع الإدارة مع الإدارة هالمدة هذية باشا قلونا مركزين مع العايدين من الخارج نقول لهم اي وي مركزين مع توينسا مع العايدين من الخارج وماذا بنا نقدمينهم جزتما وبرشة إجراءات لأنه اتهمهم لأنه خلنا نقوله في كل عام عدد توينسا اللي عاي راجعي من الخارج إزيت رو ما ينقصش لأنه فما هجرة متع برشة توينسا نحو الخارج وخاصة هجرة الكفاءات دونك مش نسكول تعرف الإجراءات القديمة ومع هذية ديما فما إجراءات جديدة لتحسين الخدمات تقدمها كل الإدارات والوزارات المعنية بعودة التونسين من الخارج من الإدارات اللي معنية بعودة التونسين من الخارج بصفة مباشرة وأساسا الديوانة التونسية تقريبا في كل المعابر حدودية برا وبحرا وجون بشتلقى الديوانة التونسية في مطارات ولا في موانا ولا في معابر حدودية برية مع شقيقة الجزيرة ولا شقيقة ليبيا تلقى ديجاء الديوانة التونسية موجودة بشتوفر مجموعة من الخدمات لفيدة التونسين العايدين من الخارج من ضمن الإجراءات وأهم الإجراءات المتخذة من قبل الديوانة التونسية هو أن الديوانة أزرت الأمر عدد 370 مورخ في 19 جوان 2024 متعلق بضبط بتيازات جيبائية لفاية التونسيين المقيمين بالخارج شروط وإجراءات منحها تم التنصيص بالفاصل 4 منه أنه يمكن للمنتفع الجديد الانتفاع بالامتيازات المنصوصة عليها بالفاصل 3 مرة كل عشر سنوات من تاريخ آخر امتياز جيبائي سبق الانتفاع به وهذا ينحكيه وعليه لفسير إذا كانت نجم تبسطولي أنا جيت وما زلت مانيش فهم حد شيء سيه لا بارش سيه لا بارش لتوين سراجعي من الخارج وتقريبا في بالهم لأنه هذي كان حدث أنا خويا مروح لتونس ما في باليش ولا عندك الحق بش تجيب كره بي فسير مرة كل عشر سنين قبل كنت مرة واحدة عند العودة النهائي هكا والي عندك الحق بش دخل سيارة تحت سيغة الفسير هكا والي توا بالإجراء الجديد وبالأمر هذية بالقانون الجديد اللي يصدر في الرايد الرسمي وتخل حي زي التنفيذ ويتنفذ معناتها بالنسبة للتوينس العايدين السناء كيف تروح لتونس تنجم تجيب كره بمعاك بعد عشرة سنوات أخرين تنجم تعاود مرة أخرى تجيب كره بأخر كل عشر تتلاثين سنوات في الخارج تنجم جيب لتك ره لك عندك الحق في سيارة كل عشر سنوات تتمتع بها كتونسي مقيم بالخارج هذا الإجراء الإجراء الثاني بالنسبة للتوينس العايدين من الخارج ده وفيه خدمة تسجيل السيارات وإسناد رخص الجوالين على متن البواخ وهذا يحكينا عليهم مرة أخرى وأفردناها بتدخل واحد تفاصيله ترجعوا لها تلقواها في مع الإدارة في الفقرة إمتعنا تحدثنا على عملية التسجيل ووقتها دخل معنا نتقرس من باسم الإدارة العامة ديونة تنسية شكري جبري وقدم كل التفاصيل الإجراء الرابع تخصيص شباك إجراءات حدودية خاص فقط بذوي الاحتياجات الخصوصية كبار السن والنساء الحوام كان كراج عام الخارج صحب احتياجات خصوصية كبار السن وهلأ مراعاة كونونسانت عندكم ديجا قيشي خاص بكم أنتم وحدكم التسجيل العملية باش تكون أسرع وخير ديجا ما نتصورش العدد كبير دونك العملية باش تكون أسرع وبطريقة أسهل وخير وحتى عملية الاستقبال وقاعة الانتظار وغيره في أحسن وأفضل الظروف نظر المراعاة للظرف متاع كبار السن أصحاب الاحتياجات الخصوصية ونساء الحوام تقليص وقت انتظار المسافرين مع العمل على تخصيص المسارات لفائدة المسافرين اللي ما عندهمش باجاج اللي ما عندهمش أمتع ما عندكش باجاج عندك خلينا نقوله سيركوي خاصة بيك باش باش ما تعطلش وفي سافر باش ما تعطلش غيرك اللي عنده باجاج ما تدخلش معاه في نفس السيركوي وانتي كيف كيف ما تتعطلش وتربح الوقت وانكو ما عندكش باجاج ما تستنيش مع ناس عندها باجاج وبيش تعمل تكلارسية وتع باجاج وغيره رزيوماة صغيرة معنى هتوا اللي ما عندوش باجاج عندهم شباك واحدهم هاي عندهم مسارات خاصة بهم مش شباك عندهم أكثر من شباك كما مسارات خاصة به واللي عندهم باجاج واللي يجيين معنى العادي معنى عندهم كيف كيف مسار واحد اخر واللي معنى امراة كبيرة ولا رجل كبير ولا امرأة انسانت ولا حاجة عندهم مسار واحد اخر نو كل واحد واحد باش ما نتعضل لنعطلوش الخدمة باش ما نعطلوش بعضنا ونسا في احسن وعفضل الظروف تلايق الديوانة لنسخة جديدة من تطبيقة المسافر الذكي اللي في عيدة تونسيين المقيمين بالخارج تتضمن البوابة الذكية سمارت جيت واللي تشمل مجموعة من الخدمات الجديدة كيف خدمة تحديد المواقع ما كاتب الديوانة تدخل على الابليكاسيون هذي تلقى تدخل على الابليكاسيون على تليفونك تعرف ما كاتب الديوانة على كامل توراب الجمهورية وين موجودين اذا كان عندك اجرائيات ديوانية وانت عطت من الخارج باش تقوم بهم باش تسوي وضعية باش تدكلاري حاجة باش توضع حاجة اوكي كيف كيف استخراج مطلب رخصة جوالين سيارة على الخط عن طريق الابليكاسيون هذي تنجم تعمل مطلب لرخصة جوالين سيارة عن طريق الابليكاسيون هذي المسافر الذكي كيف كيف خدمة الاداء على السيارة اذا كانت لما اهدايات باش تخلصهم كيف تتجاوز مدة الجوالين هذي كانت تعطيها لاشهر نتذكر هكا والا فما عملية التنديد تخلص الفينيات دونك تنجم تخلصهم كيف كيف اذا فتن الى الدليل الخاص بالمعرومات والنصائح للعملية اللي تتعلق بالاجراءات وترتيب الديوانية الخاصة بالمسافرين عند الدخول والاقامة وعند مغادرة البلد التونسي عند الدخول تعرف شنية اجراءاتك وقت الاقامة اذا كان فما اجراءات وفما حاجات باش تعمل فيها مع الديوانة تعرفهم شنية مباشرة غير ما تنقل المكتب الديوانة وتسأل شنية لازم نعمل وشنية لوراق وغيره وكيف كيف عند المغادرة تبدأ تعرف روحك شنية المسارات اللي باش تعدى باهم في الديوانة وشنية الحاجات للوثيق اللي يزم يكونوا معاك وكل الحاجات اللي يزم كتستظهر باهم باش سهل عملية المغادرة عند العودة الى الخارج وساما مارسي باكو على نشكرك على البرشة على التوضيحات هذو ما كل شخطو معانتها اللي الهنين نشوف اللي معانتها اللي حتى توانسا معانتها عاملين فور كبير باش نحاولوا معانتها اللي التونسين العايدين من خارج هاو كي يلقوا يجيوا في كل الظروف الملائمة الملائمة نسهلوا في كل شي وجاسباغ معانتها كيما قلت معانتها ديما كي تعطي أرقام ايه في العوام الأخيرة وفي ذل الوضع المالي السعيب اللي تعيش فيه البلاد نسبة المساهمة بتاعهم ونسبة الدوفيزي اللي دخلوا فيه البلاد كبير وكبير جدا هكا ولي وهذا هي باعتراف الدولة وبتأكيد الدولة وبأرقام الدولة دونك الدولة منسيتها ومش خليني نقول وتحاول توفر لهم أفضل وأحسن الخدمات باش يلقاوا كيف كيف هيك اللي خلنا نقوله ما نقوله هو واجبهم لكن على الأقل يلقاوا الخدمة المناسبة وأحسن الظروف أثناء دخولهم لبلاد ومعودتهم لتونس بشي عاديوا العطلة متاحهم أثناء الإقامة متاحهم في بلادهم وأثناء المغادرة نحو الخارج كيف كيف تكون في أحسن وأفضل الظروف هذا يواجب الدولة تجاه مواتنها مشكور بسامة مرة أخرى نحنا مزلنا مواصلين في الشارع التونسي في البروغرام بتاع النص ساعة الثانية نأخذوا الرادار فيثني تيميك خطوة واغا مع مار وادريدي أما قبلهم نخليكم مع موجز الأخبار مع هجر